طيب من النهاردة خليني أقولكم أنه مطشاط المنتخب يمكن حتى في تصفيات كاس العالم الأخيرة اللي تبعناها كان المنتخب دائماً بيلعب على ملعب برج العرب أستاذ برج العرب أستاذ الجيش في برج العرب لكن فيما يتعلق باللي جاي وخصوصاً بعد اقتناع مستر كارلوس كيروش فهو كان ليه جولة كده في أستاذ القاهرة مع كابتن وعي الجمعة المدير المنتخب وعجبته قوي أرضية الملعب بتاعة الأستاذ أستاذ القاهرة ففي محاولات بتجرى حالياً من اتحاد المصري مع الكاف عشان بيطلبوا أنه هم ينقلوا مباراة المنتخب الأخيرة اللي على ملعبنا هنلعب مع الجولة برة لكن مطش الجابون اللي هتلعب يوم 16 إن شاء الله 16 نوفمبر كان مقرر لي أو محدد لي أنه يتلعب على أستاذ البرج العرب لكن الاتحاد المصري بيحاول مع الكاف أنه يخلي المباراة دي تتلعب على أستاذ القاهرة وكمان يكون فيها حضور جماهيري وده اللي أكدوا اللي هو علي درويش في تصريحاته الصحفية وقال وأكد على فكرة أنه البرتغالي كارلوس كيروس بيفضل بشكل كبير جداً أنه مطش الجابون الأخير في التصفيات وإن شاء الله بإذن الله يكون حسامنا بقى من قبل المطش ده فكرة صدارة المجموعة عندنا مطش مع أنجولا برة نقدر إن شاء الله نحقق مكسب ونتطمن على صدارة المجموعة وهم الحقيقة في سد القاهرة قالت إحنا طبعاً يشرفنا جداً إحنا نستضيف مطشات منتخب مصر ويسعدنا جداً لو كان فيه موافقات من كل الجهات المعنية أنه يكون فيه حضور جماهيري في المباراة دي والملعب جاهز لاستقبال المنتخب واستقبال جماهيري المصري نعم